في دمشق احكم بواسلنا السيطرة على بلدتين العبادة وتل غريقالتين تعدان معقل للارهابيين التكفيريين التابعين لجبهة النص في الغوطة الشرقية تم خلال العملية القضاء على اعداد كبير من الارهابيين وقرب تجمع المدارس في حرسة دمر بواسلنا وكرا للارهابيين وقضوا على عدد منهم بينهم غيث بكيرة واحمد شلي كما تم تدمير وكر لمجموعة ارهابية بما فيه قرب دوار البرج الطبي في دومة ومن بين القتل احمد بعيون واحمد الكال وفي اسبين قضى بواسلنا على اعداد من الارهابيين من بينهم سومر الحموي ورياض الاغنامة الى ذلك تم القضاء على عدد من القناصين قرب ارض انجاصة في دارية ومن بين الارهابيين القتلى المدعو ماهر شباط متزعم احدى المجموعات الارهابية ومحمد الراشد وفي ريف دمشق ايضا فككت واحدة من قواتنا البسلة عدد من العبوات الناسفة على طريق شقحة بالقلعة زرعها الارهابيون لاستهداف المواطنين وقواتنا البسلة زنت العبوات تراوح بين 10 و30 كيلو جرام وفي درعة تواصل قواتنا البسلة ملاحقة الارهابيين المرتزقة في خربة غزالة وقضت على عدد منهم بينهم عزات محمود الراشد او ممدوح الراشد ومهيب فوز فياض الحاج علي واحمد محمود موسى برغوث كما دمرت مدفع هاون وعدد من السيارات مزودة برشاشات كما تصدى ابطال جيشنا لمجموعات ارهابية تسللت من الاردن عبر جملة والشبرق وصيصون وسحم الجولان ونافعة وعين ذكر وقضت على عدد منهم بينهم جنسيات مختلفة هرف من بين القتلى محمد الترعاني ووجه تركماني وزياد فرحان النابلسي وقاسم ذيب الغوثاني وفي قرى اللجات وجنين وإيب وشمرية والوردات وكريم الجنوب والامدورة تم استهداف الارهابين وقتلوا عدد كبير منهم وتدميروا ادواتهم الاجرامية أما في المسمية وجاسم فقد تصدى بواسلنا لمجموعة ارهابية وقضوا عليها وسهدف معمل لتصنيع الابوات الناسفة وقضائف الهاون إلى ريف ادلب حيث قضى بواسلنا على معظم افراد مجموعة ارهابية تطلق على نفسها اسماء لواء الزاوية في منطقة اريحة وعرف من الارهابيين القتل احمد الخطيب توفيق حجي باسل بكور وارهابي اخر يلقب ابو علي الجولاني وفي قرية خشير تم ايقاع قتلهم صابين في صفوف مجموعات ارهابية والقاء القبض على علد اخر وتدمير ادوات اجرامهم وفي حلب قضى بواسلنا على عدد من الارهابيين في محيط مطار منغ بريف حلب وعرف منهم الارهابي ابو طلحة شيشاني جنسية احد متزعمي المجموعات الارهابية المسلحة